الانتاج والأبكار المحليات الأصائل انطلقت هذه النخبة القليلة ولكنها المميزة والتي دائما ما سنشاهد فيه الانطلاقات والتحديات في مشاوير النجاح ومشاوير التميز في كل مكان المركز الأول الشاهنية محمد بن درويش بن عاطف المزروعي هو من يتقدم ويستفتح النداء الأول لمجريات الشهوط المركز الثاني وصلت عالية تحتل المركز الثاني هنا سيف بن سيل بن شلتم الخيلي عالية المقام وعالية الذات المركز الثالث هناك السائحة والملكية لذياب بن سالم بن دري الفلاحي من يقدم لنا السائحة على المركز الثالث المركز الرابع وصلت وبرى ومحمد بن عتيج بالهلي واصلا خاطفا للمركز الرابع ننتقل إلى المركز الخامس والمركز الخامس يأتي عبدالله بن ثعيل بلايري ليقدم لنا مياسة في خامس المراكز الدور على المركز السادس وصلت الان مياسة الاخرى وسهيل بن حمد بالدليل العامري في سادس المراكز بينما المركز السابع دلال ويأتي صالح بن راشد بن سعيد العويسي يصلنا الان في هذا الموقع المركز الثامن ننتقل إلى شواهين وحمد بن سالم بن عنود وصلت الان اوتار وعلي بن سالم بن عامري بينما المركز العاشر يأتي بن سرداح ليقدم لنا مشاكل وسالم بن راشد بن سرداح الاكتبي نعود إلى المشاهدين الكرام لنتابع من جديد نعود إلى بداية الشوطة والمركز الأول هناك خماسية على قمة الشوطة خماسية ماسية تتقدمهم الشاهينية وهنا محمد بن درويش بن عاطف المزروعي هو الان المتصدر لأول المجموعات لأول المنطلقين في ملتقى هذا الشوطة المركز الثاني تصل مياسة في المركز الثاني عبدالله بن تعيلب الهائري يحتل المركز الثاني ويقدم كذلك مياسة من تسير في هذه التحديات المركز الثالث عندك يا بالدليل وصلت مياسة ويأتي سهيل بن حمد بالدليل العامري وصل الان وخذ المركز الثالث المركز الرابع أشوف وأتابع واللي تقدمت السايحة وذياب بن سالب بن دري الفلاحي بينما هناك سيف بن سهيل بن شلثم الاخيين اللي يقدم عاليا اللي يحتل المركز الخامس هذه الخمسة هذه الخمسة هذه الخمسة اللي ما فيها رمسة واللي ما فيها كلام أسيري للمركز السادس وأشاهد بالهلي محمد بن عتيج بالهلي حيث يقدم لنا وبرى في المركز السادس سابع المراكز وصلت الان شواهين وحمد بن سالم بن عنود العامري بينما المركز الثامن المركز الثامن يتقدم مع بوظفير وهناك يأتينا مشاهدين الكرام شعار بوظفير علي بن سالم بوظفير العامري يقدم أوتار يأتي على الوتر الحساس ليتقدم في هذه اللحظات المركز التاسع هناك دلال وصالح بن راشد العويسي بينما المركز العاشر هذه اللي وصلت مذهلة حمد بن محمد وراعي الشيق العامري هذه النتيجة للمراكز المتقدمة للمراكز المتقدمة مشاهدين الكرام أعود إلى البداية وأعود إلى صدارة هذا الشوطة والبداية هناك لازالت مع مياسة عندك يا بن ثعيلب عندك يا بن ثعيلب يتقدم يتقدم يسير إلى الأمام ونقول لك إلى الأمام سر في مقدمة الشوطة عبد الله بن ثعيلب الهيري المركز الثاني المركز الثاني اللي تقدمته الآن شواهين وحمد بن سالم بن عنوده العامري يبغي يعاند بن عنوده نشوف عناده وين يروح وين يروح وين يتقدم المركز الثالث أو المركز الثاني هناك بالدليلة 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 سيل بالدليلة العامري أشوف المركز الثالث وصل الآن بن عنوده والمركز الرابع بن درويش يا الله يا بن درويش محمد بن درويش بن عاطفه المزروعي 1200 1200 على خط النهاية وبدأت الآن التحديات بدأت الآن التحديات مع المحليات وحرك يلي بتحرك روح يلي بتروح المركز الأول تغير المركز الأول تحول مع شواهين وحمد بن سالم بن عنوده العامري المركز الثاني يلا يا بدليلة السهيل بالدليلة العامري يقدم مياسة تحتل المركز الثاني مياسة الأخرى ولكن الجانب الآخر علي بن سالم بظفيرة اوتر اوتر تعود الشواهين تعود الشاينية من جديد ومحمد بن عاط بن درويش بن عاطف المزروعي واصل من جديد يعود مرة أخرى إلى مكانه وهناك اللي تقدمت السائحة اذياب بن سالب بندري الفلاحي هذه الخمسة وأشواط الانتاج أشواط نخبة أشواط الانتاج أكيد بلا شك لها محبين لها متابعين لها منتجين الله 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 انطلاقه انطلاقه مرة أخرى دائما تبدأ من الصفر لكنك تروح تتقدم إلى وين إلى العالمية ولا زال المزروعي يقدم الشاهينية محمد بن درويش بن عاطف المزروعي على مقدمة الشوط أظن السلام بيروح لآلي العين لآلي دار الزين في هذه اللحظات المركز الثاني المركز الثاني بن عنود حمد بن سالم بن عنود العامري وشواهين اللحظات الأخيرة الشاهينية شواهين شواهين سلوم يا بن عنود عانج بن عنود عانج بن عنود يحمل التحية والسلام لها لزاخر تهانينة والناموس على الفوزي والانتصار حمد بن سالم بن عنود العامري المركز الثاني محمد بن درويش بن عاطف المزروعي المركز الثالث علي بن سالم بن ضفير العامري المركز الرابع مشاكل سالم بن راشد بن سرداح وخامس سنياتي سهيل بالدليل ليقدم مياتس في المركز الخامس هكذا أيها الحبل الكريم كانت النتيجة لمجريات هذا الشوط والناموس والتحدي هنا مشاهدين الكرام شواهين سبع دقائق واحد خمسين ثانية أربع عزامنة الثانية تهانينة حمد بن سالم بن عنودة العامري على فوز شوهين بالمركز الأول في اطلاقة هذا الشوط تهانينة وقد مورننج لها لزاخر المركز الثاني كانت الشاينية سبع دقائق ٢٢ ثانية أربع عزامنة الثانية محمد بن درويش بن عاطف المزروعي تهانين على الفوز والانتصار بينهم ومشاهدين الكرام منحلة في المركز الثالث وسارة في تحديات هذه الانطلاقات تعليب سالم بوظفير العامري حيث قدم أوتار سبع دقائق أربعة وخمسين ثانية ثمان أجزاء من الثانية الثانية والناموس